أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا يا أخوتي وأصحابي اللي بحبهم أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صياد لو حابب تسرع البيسي بتاعك بالتالي تسرع ألعابك وتتخلص من مشكلة اللاج والبطء اللي بتحصل معك بشكل نهائي في معظم الألعاب يبقى يكيد الحلقة دي هتقدم لك فايدة كبيرة جدا لإنه هشرح لك بالتفصيل إزاي تقدر تتخلص من مشكلة اللاج في الألعاب وتسرع البيسي بتاعك في نفس الوقت وكمان لو ما عندكش في الجهاز هارلي اس اس دي وعندك هارلي ديسك عادي هنتعلم إزاي نصرع عملية نقل الداتا منه علشان ناخد أقصى أداء من أجهزتنا أثناء تشغيل أي لعبة وكل اللي أنا قلته لك ده هنعمله مع بعض من خلال أدوات بسيطة جدا هنبدأ دلوقتي نتعرف عليها مع بعض بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتنزل تعمل لايك على الحلقة دي علشان تدعمنا بطريقة مجانية وما تنساش كمان تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات لو أنت أول مرة بتتبعنا على يوتيوب أما دلوقتي خلينا نبدأ مع بعض شرحنا على بركة الله وخلينا نروح مع بعض ونشوف أول برنامج معنا في حلقة النهاردة وهو برنامج ريج أورجانايزر من أفضل برامج اللي ممكن تساعدك على تنظيف وتسريع البيسي بتاعك زايد إنه برنامج بسيط جدا ومن السهل على أي حد فينا حتى لو ما عندوش خبرة في استخدام برامج الكمبيوتر إنه يستخدمه علشان يقدر يسرع الجهاز بتاعه وتعالوا دلوقتي نشوف مع بعض إزاي هنقدر نسرع البيسي بتاعنا من خلال برنامج ريج أورجانايزر أول حاجة هتروح معي للموقع الرسمي واللي هتلاقيين يسيبولك طبعا تحت في الديسكريبشن وتضغط معي على كلمة دونلود إنستوليشن باك هيبدأ يحمل معنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده أول ما يخلص تحميل هتيجي معي وتضغط على كلمة أوبن فايل أو تروح للملف اللي انت محمل في البرنامج وتضغط عليه مرتين بالشكل ده أول ما يجبلك الشاشة دي هتضغط معي من هنا على كلمة run بعد كده هتيجي تضغط معي من هنا على كلمة next وبعد كده هتوافق على اتفاقية الاستخدام وتضغط مرة تانية على كلمة next هنا كمان هتضغط معي على كلمة next وهيبدأ يثبت البرنامج بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده في أقل من ثانية خلص تثبيت خلينا نشيل علامات الصحة من هنا ونضغط على كلمة finish ونرجع ندخل للبرنامج مرة تانية من على الديسكتوب عندنا ده شكل البرنامج أول مرة يفتح فيها عندك على البيسي انت كل اللي محتاجه هي القوائم الرئيسية اللي موجودة قدامك دي كل اللي انت محتاجه أول ما يفتح البرنامج علشان تقدر تنظف البيسي بتاعك وتسرعه انك تيجي تضغط معي على كلمة clean up من هنا هنضغط عليها مرة واحدة بالشكل ده فهروح هنا واضغط على كلمة ok علشان يبدأ عملية تنظيف للبيسي بتاعك زي ما انت شايف هيبدأ يحمل بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دي وأول ما يخلص لو جيت ضغط على كلمة clean up من هنا هينضف لي كل الداتا اللي انت شايفها قدامك دي بس في حاجات طبعا أنا محتاجها زي متصفح Microsoft Edge فهشيل من قدامه علامة الصح زي ما انت شايف بالشكل ده كما المتصفح Firefox أنا محتاجه فشيلت من قدامه علامة الصح علشان ما يحزف ليش أي حاجة أنا حافزها على المتصفحات دي وبعد كده هجي أضغط من هنا على كلمة clean up وهيبدأ في عملية تنظيف الملفات الغير ضرورية عندي في الجهاز زي ما انت شايف وأول ما يجب لك علامة الصح دي معنى كده اللي هو خلص شغله عندك على الجهاز هتضغط من هنا على كلمة ok هيرجعك للقايمة الرئيسية اللي انت كنت موجود عليها من شوية طبعا تقدر تتحكم من هنا في البرامج اللي بتبدأ مع بداية تشغيل الويندوز عندك دي البرامج اللي بتفتح مع بداية النسخة عندي ولكن انا هسيبها زي ما هي لاني already اقدر اتحكم في البرامج من خلال ال task manager لو ضغطت هنا على task manager بتاعك وراحت لكلمة start up هتلاقي كل البرامج اللي بتبدأ تشتغل مع دخول الويندوز عندي تقدر تضغط كليك يمين على اي برنامج وتعمله disable من هنا وبعد كده البرنامج ده مش هيفتح اول ما افتح الجهاز بتاعك كمان لو راحنا لقايمة privacy هنقدر نمسح ملفات اكتر من الكاش عندنا ولكن انا مش بنصحك بحاس في حاجة من القايمة دي لانها معظمها بتكون حاجات انت بتستخدمها بشكل مستمر ومواقع انت بترجع لها بشكل مستمر عندك على الجهاز فانت دايما بتدور ان الحاجات دي تكون محفوظة عندك ما تقعدش تدور عليها في كل مرة بالتالي لو حزفتها من هنا هتتحزف من عندك على الجهاز او المتصفح بتاعك ومش هتقدر توصلها الا لو عملت عليها سلشة مرة تانية فانت هنا طبعا لك حرية الاختيار تقدر تنظف الملفات دي او تقدر تسيبها زي ما هي انا بالنسبة لي اعسيبها زي ما هي لان كل حجمها تمانية ميجا ومش هيأثر علي الجهاز بتاعي في اي حاجة وده ببساطة كان شرح اول برنامج معنا وهو برنامج ريج اورجنيزر خلينا نروح مع بعض دلوقتي ونشوف ايه هو البرنامج رقم اتنين معنا في حلقة النهاردة تاني برنامج معنا في حلقة النهاردة وهو برنامج وايس ديسك كلينار كمان من اخاف واسهل البرامج اللي انت ممكن تستخدمها علشان تقدر تسرع بيها الجهاز بتاعك حجم البرنامج ستة ميجا يعني يعتبر ادى مش برنامج بسيط جدا 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 وفي نفس الوقت البرنامج سهل ومفيد جدا لكل مستخدمين الكمبيوتر ترية تحميل البرنامج سهلة جدا كل اللي انت هتعمله بعد ما تدخل للموقع الرسمي اللي موجود تحت في الديسكريبشن انك هتيجي تضغط معي من هنا على كلمة free download وهيحاولك للصفحة دي ويبدأ تحميل معاك بالشكل اللي انت شايفه ده بعد ما يخلص البرنامج تحميل هنروح لمكان التحميل بالشكل ده ونضغط عليه مرتين علشان يبدأ تثبيت عندنا على الجهاز وهو لما تفتح عندك الشاشة دي كل اللي هتعمله انك هتضغط معايا على كلمة run بعد كده هتتأكد انك حاطت علامة الصح هنا وتضغط معايا على كلمة in store وفي اقل من ثانية زي ما انت شفت البرنامج تثبت عندنا على الجهاز وكمان الايكونة بتاعته اضافت على الديسكو توب هنضغط من هنا على كلمة finish وهيبدأ يدخلنا للبرنامج وكمان الموقع الخاص بالبرنامج هنقفل الموقع الخاص بالبرنامج وانخلينا في البرنامج بتاعك دلوقتي كل اللي انا طالبه منك لو انت داخل للبرنامج علشان تعمل عملية تسريع للجهاز بتاعك وعملية تسريع للوندوز بتاعك سواء في الالعاب ونقل الداتا او حتى والجهاز بتاعك بيفتح عايزه يفتح بشكل اسرع من ما هو عليك كل اللي عليك انك هتيجي توقف على نفس القايمة اللي انت واقف عليها دي او القايمة الرئيسية اللي البرنامج هيدخلك عليها القايمة دي في البرنامج بتمكنك من انك تفحص كل الملفات المؤقتة والملفات الغير هامة عندك على الجهاز البرنامج بيقدر اكتشفها وتقدر تحزفها من خلال القايمة دي كل اللي هتعمله علشان تبدأ اسكان انك هتوقف على القايمة الرئيسية وتيجي تضغط معايا من هنا على كلمة اسكان وهيبدأ عمل سكان للسيستم بتاعك بشكل كامل وكامل الهالدات عندك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده هنا بيقولي طبعا ان فيه متصفح شغال عندي فانا هقوله ييس اقفله مفيش مشكلة علشان يقدر يكمل عملية التنظيف زي ما انت شايف البرنامج ده على عكس البرنامج اللي قبله قدر يكتشف ملفات اكتر في النسخة بتاعتي يقدر ينظفها علشان يسرعلي البيسي بتاعي اكتر واكتر فهاجي هنا وقبلا ما اضغط على كلمة كلين علشان ينظفلي الحاجات دي هشيل علامة الصح بالنسبة لي انا من قدام المتصفحات لاني حابب الداتا اللي موجودة في المتصفحات تفضل محفوظة فيها زي ما هي انت لو ما فيش بيانات عندك مهمة في المتصفحات وهنا حجم الملفات الكبير تقدر تعلم على علامة الصح من هنا واول ما تضغط على كلين هيمسح لك كل الداتا الموجودة في المتصفح ولكن انا محتاجي الداتا فهشيل علامة الصح من هنا وهتلع ضغط من هنا بعد كده على كلمة clean زي ما انت شايف مساح لي 1385 فايل باجمالي 2 جيجا ونصف ودي طبعا مساحة كبيرة جدا ان تاخدها ملفات مؤقتة انا ممكن استفاد بيها بحاجة تانية عندي على الجهاز نروح بعد كده للاختيار التاني والمكتوب عليه advanced cleaner لو ضغطت عليه بالشكل ده هتقدر من هنا تعمل scan لكل partition او كل HUD موجود عندك على الجهاز على حدة زي ما انت شايف ولكن انا مش محتاج استخدم الاوبشن ده وانت كمان مش محتاج تستخدم الاوبشن ده لانك عملت already scan على الجهاز بشكل كامل تعالوا بقى دلوقت نروح مع بعض الاختيار الاهم بالنسبالي في برنامج white disk cleaner الاختيار اللي مكتوب عليه disk defrag هنضغط عليه بالشكل ده علشان نشوف الصورة دي قدامنا المربعات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتمثل الهارد بتاعكم خلينا فهمك كده ببساطة الاختيار ده هيفيدنا فيه اي حاجة انت بتحملها على الهاردات عندك وهنا بتكلم على الهارد ديسك العادي يعني انت لو عندك SSD الاختيار ده مش مفيد بالنسبالك هتشيل من قدامه علامة الصح الهارد ديسك العادي معروف عنه انه سرعته بطيئة في نقل البيانات وده بسبب ان البيانات لما بتنزل عليه اساسا بتتوزع الهارد بطريقة عشوائية تخيل معايا كده ان المربعات اللي قدامنا دي هي الهارد بتاعك وليكن دلوقتي انت بتحمل لعبة PUBG بيجي المحاكي ينزل جزء منه في الكم ربع دول وجزء منه في الكم ربع دول وجزء منه في الكم ربع دول وهكذا بالتالي لما يجي الهارد يبعث الهارد بتاعتك ما بياخدهاش كلها من مكان واحد بياخد الهارد جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا بالتالي بيقدي ان الجهاز بتاعك بيرسل الهارد بشكل بطيء واللعبة اللي انت بتلعبها بتفتح بشكل ابطأ او كمان نسخة الوندوس بتاعتك بتفتح عندك بشكل بطيء فالاختيار ده كل وظيفته اللي هو هيشتغل على تجميع الداتا مع بعض يعني لو في برنامج معين على الهد موجود جزء من بياناته هنا وجزء من بياناته هنا وجزء من بياناته هنا زي ما شرحنا البرنامج ده هيشتغل أو وظيفته انه هو هيجمع لنا الداتا المتعلقة بكل برنامج في جزء معين بيها بحيث لما الداتا دي تطلب من الجهاز يقدر يبعثها كلها من جزء واحد مايعودش يجيب جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا علشان كده لو عندك هارد ديسك عادي انصحك انك تعمل معي الخطوة دي هتدخل للبرنامج وتروح لكلمك ديسك دفراج وبعد كده تعلم على علامة الصح قدام الهارد ديسك العادي بتاعك وتنزل معي هنا وتضغط على السهم ده وتختار كلمة انالايز وهيبدأ يشتغل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده ده شكل الداتا اللي انا كنت بحكي لك عليها من شوية مثلا المساحة الصفرة اللي انت شايفها قدامك دي دي ملفات للهندس موجود جزء منها هنا وجزء منها هنا بالتالي لما يجي الجهاز يطلبها الهارد بتاعك بيبعك جزء من هنا وجزء من هنا وبتكون العملية بطيئة نوعا ما كمان النوعة الحمراء وهي بتمثل نوعية تانية من الداتا اللي موجودة على الهارد وكمان متوزعة بشكل عشوائي في الهارد زي ما انت شايف دلوقتي كل اللي انت هتعمله بعد ما عملت عملية الانالايز بتاعك انك هتبص على الرقم ده الرقم ده مايكورسوفت بتقولك لو اكتر من 10% فانت المفروض تعمل عملية ديفراجمنت للهارد بتاعك لو اقل من 10% يبقى مفيش اي داعي انك تعمل العملية دي ولكن انا هوريكم ازاي نعملها مع بعض علشان لو حد تلاقي الرقم ده عنده اعلى من 10% كل اللي انت هتعمله بعد ما عملنا عملية الانالايز لداتا على الهارد بتاعنا الهارد ديسك العادي خلي بالك هنيجي نضغط من هنا على كلمة ديفراجمنت وهنا هيبدأ يحمل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وهياخد معنا شوية وقت هنسيبه يخلص تحميل وارجع لكم مرة تانية وارجعت لكم مرة تانية وزي ما احنا شايفين عدى تقريبا ساعة وعشر دقايق واخيرا البرنامج خلص عملية الاصلاح اللي هو بيعملها في الهارد عندي البرنامج رتب الملفات اللي موجودة في الهارد ديسك بتاعي بشكل يسمح لها ان هي تخرج من الهارد في شكل اجزاء مجمعة متعودش الداتا بتاعتي تروح جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا ويحصل تباطق في عملية نقل البيانات ودلوقتي انا لو فتحت اي لعبة من اللي انا مخزنهم على كورسي دي هلاحظ فرق كبير جدا في اداء اللعبة كمان الخطوة الاخيرة اللي احنا عملناها هنا لو عندك مشكلة استهلاك الهاردات اللي بتوصل 100% الناس الهاردات بتاعتها استهلاكها بتوصل 100% البرنامج او الخطوة الاخيرة اللي احنا عملناها دي هتحللك المشكلة بتاعت استهلاك الهرد 100% دي بشكلها والهرد اللي احنا شغالين عليه 10% 9% زي ما انت شايف علشان كده بنصحك باستخدام خصوصا البرنامج الاخير اللي احنا شرحنا ده باستمرار عندك على جهاز اما الحلقة الجاية فهنتكلم فيها عن افضل اعدادات لمحاكي جيملو في التحديث الجديد لو وصلت معنا لحد هنا ولسه محطتش لايك على الحلقة فانزل حط لايك على الحلقة علشان تدعم المقطع انه يطلع اكتر في يوتيوب كمان لو انت اول مرة بتشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة دايما اما انا شوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته